في قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 90 موضوع تكنولوجي سيجي تكنولوجي أصنع نمادج للمستحتات أولا أحضر للمشروع الوسائل نمادج لبعض المستحتات قواقع أوراق نباتات ماء نصف كيلوغرام من الجبس القبص ملعقة علب حليب فارغة نصف قرورة من الماء فارغة كذلك هذه الوسائل نحتاجه من بينهم قواقع أوراق نباتات كذلك علب حليب فارغة ونصف قرورة من الماء فارغة أولا أنجز المشروع أخلط الجبس بالماء حتى يصبح لازجا ثم أصبه في علب الحليب الفارغة نخلط القبص نخلطه مع الماء ونضره في العلب الحليب الفارغة أصنع النموذج على الجبس وأضغط قليلا قبل أن يجف بشكل نهائي إذن لكي أصنع النموذج على الجبس يجب أن أضع هذا النموذج اللي أخذت إما القواقع أو الأوراق الأشجار يجب أن أضعه على الجبس ونضغط عليه قليلا قبل أن يجف بشكل نهائي ثم بعد خمس دقائق أزيل النموذج من العلبة بعد ذلك سنحيد النموذج من فوق الجبس أحصل في النهاية على نموذج للمستحدات كائنة حية أو قواقع أو باصمات لاحظوا في هذه الأشكال عندنا إما قواقع نموذج ديال وقوقع هذا النموذج ديال النبتة وعندنا هذا الشكل الرابع نموذج لكائنة حية أخرى فباش نصنعه نموذج المستحدات إلى ما كنتش كانت توفره على الجبس فيمكننا نستعنه كذلك بالعجين إذن العجين والمطاوع ناخد العجين ثم نديره بهذه الطريقة هذه هذا العجين ثم ناخده نموذج ديال المستحدات مثلا الهيكل العظمي للسمكة هذا الجزء منه كماكة نحيده واحد شوية ديال الهيكل العظمي ديال السمكة ونجي ونضغطوه عليه بهذه الطريقة ثم نحيده فكلاحظو أنه يخلي الأثار ديال دياله في العجين كذلك نحاود نديره مرة أخرى نضغطوه عليه قليلا ثم نحيده قبل شوية فكلاحظو مرة أخرى أنه يخلي الأثار دياله أيضا ممكن نعوده نفس الشيء بزيال المرات فكلاحظو الأثار دياله الهيكل العظمي ديال السمكة فإذا وجدنا الأثار دياله الهيكل العظمي لسمكة في منطقة معينة فهذا دليل على وجود ماذا؟ على وجود الماء منذ القدم في هذه المنطقة أو أن هذه المنطقة كانت مغمورة بالبحر كذلك يمكننا نجزو نماديج أخرى فمثلا ناخدو هذا الجزء هذا ديال العجين ثم بعدما نشكلو به هذا الشكل هذا لاحظو قد ناخدو مثلا ورقة ورقة هذه نقل شجرة الليمون ونوضعها فوق العجين ثم نضغطع لها نضغطع لها مزيان بعد ذلك سنقوم بإزالتها كيف مدرنا في الأول فكنا نلاحظو الأثار جل هذه الورقة يمكننا نعود مرة أخرى نضغطع لها تخلي الأثار ديالها ثم نزيلو الورقة فكنا نلاحظو الأثار ديال هذه الورقة أيضا يمكننا نصنعو نعمودج آخر لناخدو العجين مرة أخرى ثم نقوم بدلكه بعد ذلك ناخدو ورقة أخرى ثم نهدو الورقة هذي ونوضعها ثم نضغطع لها تشد بلسها بهذه الطريقة تخلي الأثار ديالها للعجين بعدها نقوم بإزالتها ونحيذوها ثم نلاحظو الأثار ديالها لورقة هذي على العجين ويمكننا نعود نديرها مرة أخرى باش نحصله على أثار كبيرة الأثار ديال مجموعة ديال الأوراق ثم نزيلها فكنا نلاحظو الأثار دائما ديال هذي الورقة هذي أيضا يمكننا نصنعنا موذج آخر ناخدو مرة أخرى العجين نقوم بدلكه بالطريقة هذي ثم ناخدو نوع آخر من النبات أو لا إليك أنك أنتوفر على القوقعة تأكيد كذلك نستعملها فمثلا هذي النبات هذا سنقوم بالضغط عليه ثم نزيله فكنا نلاحظو الأثار دياله الأثار دياله للعجين يمكننا نعودو مرة أخرى ثم نزيله فكنا نلاحظو مرة أخرى دائما الأثار دياله هذه نماذيج ديال مستحثات فالنموذج الأول اللي درناه هو ديال الهيكل العظمي ديال السمكة فإلى وجدنا الأثار الهيكل العظمي للسماكة في منطقة معينة فهذا كيدل على أن المنطقة كانت مغمورة بالماء خلال فترة معينة أما إلى القيناة مثلا مستحثات لبعض النباتات في منطقة جبلية أو لا في صحراء فهذا كيدل على أن هذه المنطقة كانت في واحد الوقت كانت غابة كذلك إلى القيناة المستحتات ديال 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 القواقع فهذه المستحتات فهي لكائنات بحرية فهذا كيبيين أيضا بأن هذه المنطقة التي وجدت بها كانت في القديم منطقة بحرية تراجع عنها البحر إذن هذا هو النموذج ديال كل مستحتة ديال هيكل السمكة وديال أوراق النباتات وورقة شجرة الليمون وقوموا المشروع وصنفوا إنتاج إلى قوالب داخلية أو قوالب خارجية أو بصمات فهذا كلهم لدرناهما عبارة عن بصمات الأثر أو البصمات ديال البقايا إذن بصمات وقارنوا إنتاجاتي مع إنتاجاتي زملائي نريد أن نقرر الإنتاجات ديالي مع ذلك الشيء اللي قد زملاء ديالي وشاركوا زملائي في تزيين القسم بأحسن الإنتاجات ثم بعد ذلك نحددوا أحسن الإنتاجات ونزينوا بها القسم وبهذا النهي تمارين صفحة 90 نلتقيه في الصفحة 91 وذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي هي ظاهرة أمامكم في البليس إلى اللقاء